اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يريد هذه لا مراد كي لي كي اذا هو يتساءل وينكر تفاصيل كي يتاح له يفجر ليفجر لأن يفجر وفي بعضها اللغة بنكر اللي بعدها اللام المقدر لأن وإنما هي كي تمام اذا بل يريد الإنسان ليفجر في مستقبله لأمامه يعني هو مش في اللحظة هاي مش مشكلته في اللحظة هاي لا هو بدي ينطلق في ما أمامه من من أزمان وأمامه ولذلك لقدت الإنسان ممكن حتى نشوف قضية أمامه لما نجي كله أمامك مسؤوليات شو يعني أمامك مسؤوليات قادمة يعني في مسؤوليات تدت تحملها قادمة أمامك أمور رح تعجبك مثلا شو يعني أمامك في المستقبل القادم في مستقبلك القادم هو عم بفكر في أمامه في اللحظات طبعا الحالية وما سيجد أمامه خصوصا أنه الإنسان أفكرا دائما أماني ويزين له ويظن أنه حياته هاي دائما أمامه اليوم الآخر ولا الدنيا لا هو بده يفجر أمامه في الدنيا أما لو كان أمامه في الآخرة هاي مشكلة هاي هاي قضية أمامه في الآخرة اللي بتمنعه ينطلق في فجوره إذن الفجور إذا بتلاحظه هو إذن لش يعني إذا بتلاحظه كلمة حتى عاصي ومعصية وحتى فاسك وفسوك بتجعره يعني أخف وألطف في معناها من الفجور لأنه هو بده فعلا يخرج من كل هذا وينبثك بالمعاصي ويفارق مش كلنا فين ضمنها آنيها المفارقة ويفارق إيه ويفارق كل القيود هاي اللي بتتقيده الدين دون لوم دون لوم حتى هو ما بلهمش نفسه وكلك هذا هنا إذن هذه الحبيت اليوم نركز عليها تمام وبالتالي نفسر شو قصة إنه الناس ممكن أحيانا تلتقي أمم كاملة على إنكار الآخرة لأنه هذا يتيح المجال لإيش لانطلاقه في الدنيا واعتبار الدنيا هي هي الجنة هي الجنة وكيف بده يمارس الجنة في الدنيا إذن ما فيش داعي للقيود طيب وبعض الناس بقول طب هون الكلام عن الكافر آه هو بده يكشف لك عن سر النفس البشرية ابتداءا ما هو مثلا الإنسان مفطول حب الذات طب حب الذات ممكن يؤدي إلى الرشوة إلى 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 فإحنا ممكن نكشف عن أسباب كثير من التعديات والتجاوزات بحب الذات طب كيف جدين الآن وهذب حب الذات وهون الإنسان طبيعته يحب على فكرة فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إذن في عندها ما إلا الفجور اللي هو الانبثاك بإيش ومطاردة تلغباته بعيدا عن القيود الدين اللي نسميها معاصي ونسميها فسوك لأنه خروج برضو الفسوك خروج الفسوك خروج لكن هناك أشد منها شق وانبثاك ومفاركة تمام إذن يكفي هذا إن شاء الله